في البداية كلمنا كده عن كواليس تدريب النادي الأهلي مبارح قبل صفر للإمارات طبعا النادي الأهلي بيستعد بقوة للصبر المصري طبعا عارفيني أن الأهلي كانت معسكر مغلق فيه تكتم كامل من ساعة للمدير الرياضي الجديد لما جاء محمد رمضان فرض سرية كاملة على تدريبات النادي الأهلي كان فيه حرص كامل على التركيز من ساعة الصبر الأفريقي لاتجاه في النادي الأهلي أنه لازم يكون فيه رد قوي بعد اخسارة الصبر الأفريقي قدام الزمالك طبعا تدريبات كانت قوية جدا يعني بيقول أن كولر احتمال يكون فيه تجيير بسيط في التشكيل بتاع النادي الأهلي وفيه بعض حاجات خططية كولر كان بيدعب عليها في التدريبات زي أنه ممكن يستخدم أشرف دار الصفقة الجديدة لسه ملعبتش المغربي المدافع المغربي يبدأ أساسي برضو بيمتاز بالرأسيات والرأسيات القوية فهيكون سلاح لكولر في المرشاط بتاعت الصبر المصري لأهلي طبعا مفيش غيابات كامل الصفوف شوفنا القايمة زي كاملة محمد الشناوي؟ الشناوي لا جاهز إن شاء الله إصابت جرحي خفيف في الفراس بس هيشارك إن شاء الله أساسي هو خد راحة من التدريبات وهيشارك بقى في الإمارات في التدريب الأخير لكن كله جاهز معنا طبعا محمد هاني إحنا عارفين إصابته من السوبر أفريكي بالقاطع الجزئي في الرباط الصليوي فيعتبر صفوفنا دي الأهلي كاملة لمجات السوبر اشتركوا في القناة